الناس بتشوف ان المباراة المؤجلة ده ميزة للفريق. انا شايف انه بتبقى مش ميزة لان انت لما بتأجلك 5-6 ماتشاط وانت بتتكلم او اي حد بيشوف ان النادي الاهل ينقص له 5 ماتشاط هو بيحسب الـ 5 ماتشاط دول بـ 15 نقطة. اوتوماتيك يعني من غير حتى ما يفكر. وبالتالي بنتكلم على ضغوط على مستوى كل 3 يم او كل يوم من مباراة والضغوط اللي تبانت خلال الفترة اللي فاتت من انك عندك عدد كبير من المباراة تقريبا الناس كلها حسمت لو عدد مباراة 7 مباراة النادي الاهلي عند 21 نقطة وبيبدأ يحط الـ 21 نقطة دول على اللي عند النادي الاهلي يقولك النادي الاهلي هياخد الدول. فده ضغوطات كمان مختلفة بتيجي من السوشيال ميديا وبتيجي تلقائيا من الناس اللي بتتفرجها. بس يا كابتن هاني الراجل عنده درجة من الزكاء عالية جدا. وفر على نفسه ان هو يرجع من مباراة اللي فاتت. ان مباراة الاسماعيلي ويجي مصر فكر في اللي عمله قبل كده في مباراة اسوان. خرج مباراة اسوان راح على مباراة السودان وهو متأكد انه هيحسم حاجة معينة. في الوقت ده هو قفل على علعابته. وفكر تفكيرين. فكر في ملف انه فقط بونته في مباراة شوتر فقد اتنين بونته في مباراة شوتر. فقال لك انا عايز اريح نفسي ما فيش حاجة اسمه البقرة بتكر. افوز على الاسماعيلي افكر في الاتحاد. يبقى انا لازم اقفل على علعابتي. ما خليش الاجواء اللي حولهم تبقى مشتتاء غير ان انا اكسب التلات نقاط. كله بيحسبها. الاهلي لو خد من الاربع ماتشاط اتناشر بونت حسم حتى لو بقى الماتشاط مكملتش. دلوقتي احنا الاسبوع الواحد وثلاثين ليلعب الاثنين وثلاثين بكرة. تب لو كسب المعدل قال الراجل دلوقتي عنده اربعة وعشرين لعب بيهيئهم. احنا كنا بنقول الروتيشن ده من زمان هو بيغير ليه وبيعمل تدوير. هو خلاص دلوقتي هو عايز كله يبقى في كفة واحدة. كله في مستوى متقارب من بعض. يمكن انا الماتش اللي فات كان عندي لهفة وعجاب غير طبيعي بقى فشة. تاكالنج منزوله على الارض وبيتزحلق ويقوم بكرة. ما شوفناش الكلام ده. الراجل خلى كله انت بتنافس وروح التنافس من لعبت النادي الاهلي واحدة. الهدف المكسب. كابتن فاتح دلوقتي قال كلمة مهمة قوي. مباراة تكسب ولا تلعب. لا النادي الاهلي مطلوب منه. يكسب ويلعب ويبقى في سكور. الجماهير عايزة كده. عايزة الأداء يبقى في الشكل ده. ممكن اكسب عشان اخد التلاطة بونت. عشان اوفر الخطأ اللي عمله المسلماني قبل كده. ان انا كنت بفكر في افريقيا وما بفكرش في الدولة عام. ففقدت بونت واثنين وثلاثة وفقد. حاجة كتيرة من عدد النقاط. لا هو دلوقتي كل ملف وكل مباراة على حدة. بيذاكر زي ملعب بيركز في التمرين. بيجي ويجي باللاب بتاعه ويشتغل ويشوف نقاط القوة في فرقة الاتحاد. ونقاط الضعف اللي يشتغل عليها. على فكرة كمان خلي بالك المحاضرة بيبقى فيه محاضرتين. المحاضرة بيبقى خاصة.